أهلا بكم مشاهدين من جديد بعد ما أرجعنا وياكم طبعا وصلنا إلى فقرة ظايف اليوم مشاهدين كما عودناكم في أغلب حلقات صباح الماس أن نستضيف ونستقبل وينا أحد رموز أبناء الجاليات العربية والكلدانية طبعا يسعدنا ويشرفنا اليوم أن نستضيف شخصية إعلامية بارزة جدا وأغلبكم تعرفوها موجودة هنا في ولاية ماشيغان هي الأعلامية ليلى الحسيني مرحبا ستليلة كيفك؟ نحن بكر ونقول صباح الفل لك وصباح السكر وصباح ألماس يعني اليوم مختلف صباحنا شوي ألماس اليوم ألماس يعني احنا تعودنا جود مورنينج ماشيغان ماشيغان صباح عادة يطل من عندك فاليوم صار صباح عادة تأتني شعور مختلف ألماس يعني بجو الاقتصادي الصعب يعني رائع بيمشي ها صباح الخير لك وشكرا كثير على استضافتي وطبعا قناة الماس قناة جميلة واعدة بتمنى لكم التوفيق إن شاء الله وانطلاقها موفقة جدا بتواصلكم مع العرب والأمريكان في كل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية ليلا احنا طبعا سعيدين جدا ننتويان اليوم وانتي أعلامية قديرة وإلك باع طويل في مجال الأعلام اليوم احنا نعرف الأعلام ما يواجهها والصحفي بشكل عام بمنطقة الشرق الأوسط من معاناة سواء كان بالعراق بسوريا وهذه الأحداث التي تجري بالمنطقة التي مزعجة للكثيرين اليوم انتي كيف تقيمين أيضا أداء الأعلامي اليوم والصحفة الصحفي العربي المهاجر المقيم هنا في أمريكا كيف تقيمين دورة؟ بصراحة سؤال صعب يعني لأنه إذا بنحكي عن هموم الإعلام العربي إلى أكتر من شق بكر طبعا أحد أهم هو الميحنية والحيادية طبعا اللي بمرتبطين مع بعضهم تماما أعتقد أنه نحن كصحفيين موجودين في أمريكا لنا مساحة حرية كبيرة كتير هذا همش الحرية غير موجود في الشرق الأوسط طبعا هذا له ارتباط وثيق بأمور تانية نحكي عنها إن شاء الله بس أنا بشوف الصحفي في المهجر له فرصة كبيرة أنه يقدم إعلام متميز حر بدون أجندات يعني ما له طبعا موجه إلى أجندة معينة أو سياسة معينة أو طبعا يفقد مستقيته بهذا الموضوع ولكن في نفس الوقت يفتقر أحيانا إلى الميحنية وتدريب يعني يكون نقله للخبر أو أداءه ميحني بما يتناسب مع المعايير الدولية إذن أنت مع الحيادية تقولين بأنه هنا ليست هناك أجندات كما في الشرق مثلا إذن العقبة هنا تقف أمام الإعلامي بالعموم بالعموم فيه أكيد فيه فيه بعض وسائل الإعلام المهجرية خليني أقول لا لهم ارتباطات فيما يجري وثيقا في الشرق الأوسط وطبعا بتلاحظ من أداءه الإعلامي أنه فيه له لكن أنا عم بحكي لك بصورة أعام أشمل ما يجب ما نتمتع به كصحفيين هنا في أمريكا وفي الغرب عموما مساحة الحرية هامش الحرية أكبر وأشمل يجب أن نستغله نسبيا إذن هي أفضل من ما هناك لكنه جبتي موضوع المهنية نعم شو هو المعيار أو المقياس المهني للشخص الإعلامي؟ أول شيء الحيادية تماما يعني شوف بعطيك مثال كبير أنا سورية من أصول سورية طبعا ما يجري في بلدي لا يخفي على أحد يعني هناك للأسف هناك انقسام على الوضع في سوريا هناك مؤيد وهناك معارض وطبعا أنا إلي وجهة نظري الشخصية لكن لم أفرضها يوما يعني أنا كأعلامية من المفترض بأن أنأ بنفسي قدر المستطاع شوف نحن في نهاية بشر نتأثر في مجريات الأحداث لكن قدر المستطاع يجب أن تفصل مشاعرك الشخصية عن تغطيتك الإعلامية حتى وإن كان لديك هواجس أو لديك حتى لو كان أنا مؤيدة أو معارضة هذا ليس له علاقة لكن أنا أغطي الحدث ولست جزءا من الحدث طبيعي أتناقل للحدث هذا نقل للحدث طبعا يعني أنا لا يجب أن أكون جزء من الحدث يعني أتفاعل معه وأعطي رأيه شخصي هذا يحدث كثيرا يعني في أمريكا أشاهده لدى العديد ممن يغطونا بعض الفعاليات المتعلقة بشرقنا الأوسطي مشكلة يا بكر خليني أقولك يعني لا تستطيع أن تفصل الإعلام العربي عن الإعلام المهجل يعني ارتباط وثيق كلاهما نفس الشيء بنفس المسار تقريبا بسبب طبيعتنا إحنا كشرقيين العديد مننا ما زال مرتبط بوطنه بما يجري مجريات الحدث في الشرق الأوسط يتابع مثلا ما يجري في الوطن العربي أكثر من ما يتابع ما يجري هنا في الولايات المتحدة الأمريكية يعني هذه نقطة أخرى كمان طيب أنت إعلامية أمريكية من أصول عربية سورية يعني هل تجدين نفسك الآن كإعلامية عربية عربية أم أمريكية من أصول عربية أين تجد ليلة الحسيني أين تجد نفسها أكثر شيء هل هناك شجون الوطن ما زالت في داخلك وأنا ألاحظها يبدو بس هل هي أكثر من أن أنت أن تكون إعلامية أمريكية وفاعلة في المجتمع الأمريكي أيضا أكيد أنا أرى نفسي طبعا إعلامية أمريكية عربية قبل أن أكون إعلامية عربية عربية لأن أمريكا أعطتك المساحة من الطبية أعطتني مساحة الحرية أعطتني فكر مستنير يعني أرى أضيق من الأفق الضيق الذي يرى به بعض الموجودين على الساحة الإعلامية في الوطن العربي يعني أرى الأمور من وجهة نظر مختلفة طبعا هذا كله مرتبط بالبيئة بالبيئة التي تنقل منها يعني نحن هنا تتأثر في المجتمع يعني المجتمع يؤثر بك من الصعب جدا أن تفصل نفسك عن بيئتك عن مجتمعك وهذا يعني اللي أول ما نتعلمه هنا تستنشق شو؟ نفس الحرية نفس الحرية يعني عندما أغطي أنا لست ملزمة أن أتبنى وجهات نظر هذه الجهة أو هذا الحزب أو يعني ليس هناك ضغوط علي في التغطية هذه المساحة كافية لأن تعطيني فكرا يعني مختلفا عن بعض الآلمين في الشرق الأوسط طيب ذكرت موضوع الحرية وذكرنا أيضا موضوع الحيادية أو التجريد للإنسان الإعلامي أو الشخص الإعلامي جهد الإمكان ينأى بنفسه عن مجريات الأمور والأحداث السياسية لكن هناك مواضيع أخرى ما رأيك فيها أنت بما يتعلق بموضوع المعايير المهنية الصحفية التي تتعلق بكتابة الخبر مقدمات الموجودة بنشرات الأخبار أو بالتحقيقات الصحفية من لغة من قواعد كثيرة نحن نتكلم هنا أو في الشرق الأوسط هنا أنا بصراحة إعلامنا المهجرية جدا يحتاج إلى أن تكون هناك دورات مكثفة لمعظم العاملين في الإعلام المهجرية لا أنا بنفسي طبعا أنا من ضمن من أتحدث معهم أحاول قدر المستطاع أن يكون عملي مهنيا لكن لا طبعا أنا ما أراه ليست هناك لغة سليمة في العموم طبعا نحن لا نعممه لكن نعطي نظرة شاملة ليست هناك تغطية صحيحة أخطاء جدا في سياغة الخبر في نقله في تقديمه يعني أكيد الصورة أضعف بكثير من أن نرتقي إلى مستوى إعلام قوي منافس للأعلام العربي وللأعلام الأمريكي على حد سوا طيب إحنا بأمريكا اليوم إحنا ليش ما نستفيد أو هذه المؤسسات الإعلامية تحاول أن تستفيد وتستثمر من الطاقات الأمريكية الموجودة على أرض الواقع اليوم الإعلام الأمريكي أنت كيف تجدينه شوف الإعلام الأمريكي إعلام دارس خطته مصبوط يعني كل قناة إعلامية تعبر عن وجهة نظر الممول بمولة إذن هذه ليست حيادية هنا دخلنا في جانب أجندة لكنه أجندة أنه ذا طابع تجاري ذا طابع أكيد يعني هلأ فيما يتعلق شوف فيما يتعلق فقط بقضايا اللي فيها يعني عندما يتعلق الموضوع بنقل الخبر فيما بين الوضع الآن في غزة مجريات الأمور في غزة مثلا طبعا عندما يتعلق الأمر بين إسرائيل والفلسطينيين أكيد هناك انحياز واضح ضد الفلسطينيين في الخبر إذن الإعلام له أجندات وضمن الأجندات هناك مصلحة يعني شايف يعني هالقنوات إلى سياساتها حسب المصالحة وين بتشوف مصلحتها بتغتي ليس هناك حيادية لا أنا لا خليني نرجع لك سؤال نرجع إلى نقطة الأولى ما يخالف هل هناك إعلام حر؟ لا مية بالمية لا طالما يتحكم بك الممول ليس هناك حرية في التمويل لذلك أنا بقول معظم مشاكل وهموم الإعلام العربي هو تأتي أولا من مشكلة التمويل يعني شوف الإعلام العربي والإعلام المهجرين كما قلت ملتصقين الإعلام العربي طبعا تدعمه في معظمه حكومات أو مؤسسات حكومية تابعة لها أجنتنات معينة طبعا تتبنى سياسات معينة لذلك دائما المذيع شاء أم أبا يعني ربما برغبته أو غير عن غير رغبته ملتزم أن يتبع سياسة القنع لذلك ترى العديد مثلا من الصحفيين استقالوا من البي بي سي مؤخرا أو استقالوا ربما من الجزيرة أو لأسباب تتعلق بمواقفهم السياسية وهناك قبل يومين أو ثلاثة يمكن مذيعة روشية أيضا عملت أكشن على الهواء تمام يعني تغطية المصلحة ضد الطرف الآخر يعني أحيانا ضميره المهني للإنسان بيقول لا استطاب يعني أنا بدي لقمة العيش أنا أبحث عن لقمة العيش أنا وأنت وطبعا نريد أن يكون لنا مردود ودخل نعيش منه طبيعي يعني لا نعمل فري يعني ما في إنسان صحفي قادر أن يعمل بدون مقابل لكن أحيانا ضميرك بقى تتعلق هي من شخص لإلى آخر تصل لمرحلة أنه خلص أنا في زنف يعني أنا لا أريد طفح الكاين لا أريد أن أكون بقى جزء من هذا الأكذوبة اللي عم بتديرها هالقنات هاي مثلا ربما في العموم يعني تجاه قضية معينة أعود وأركز تجاه قضية معينة نحن لا نقول أنه إعلام ربما يتهم البعض الجزيرة أنه منحازة أحيانا لكن أنا أقول أنه ليس هناك انحياس تام أو أنه ربما في بعض القضايا لها مصلحة وليست لدها مثلا حسب ما يرى البعض يعني أنا هذا ليست وجهة نظري ولكن أحاول أن أبرز بعض وجهات النظر اللي تناولت الجزيرة بعدم الحيادية مؤخرا نعم على الطرف النقيد بقى نحن منقول الإعلام المهجري لدينا مساحة حرية كبيرة جدا جدا لا نستغل للأسف لدينا كوادر صدق أو لا تصدق من خلال عملي تواصلت مع إعلاميين ربما في الولايات المتحدة الأمريكية وصلوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية قادمين من المشرق يعني أو موجودين لكن ليست لديهم أعمال ليش هؤلاء هذه المشكلة وهذه الأجمال لماذا ليس هناك فرص لهم لا توجد منظومة إعلامية يعني أعود وأكرر موضوع التمويل بكر يلعب يعني دور كبير في تهميش الكوادر الإعلامية الموجودة في أمريكا وأوروبا هذا التهميش لمصلحة من يعني للأسف نحن عاجزين عن نقل وجهة نظر عربية عربية بعيدة عن الأجندة طب ما هو السبب لتهميش هؤلاء هل هو هناك خلل بالمؤسسات الرسمية الأمريكية خلينا نقول مثلا إذا إحنا بأمريكا الآن لا أكيد لا ليس هناك قانون للأعلاميين القادمين من المشرق أو نظام معين يجمعهم بشيء معين أو بنقابة لا ليس هناك علاقة للمؤسسات الأمريكية يعني ربما أنا متاح لي كأمريكية أن أعمل في السي أن أن أو فاكس نيوز يعني أو ربما في العديد من الجيل الثاني اللي ممكن ما عندهم أكسنت طبعا موضوع الأكسنت قصة تانية يعني بورن ريز وتخرجوا من كليات الصحافة في أمريكا ممكن يعملوا لكن هل تستطيع أن تغير من سياسة القناة يعني السي أن أن أو الفاكسون أنت تكون جزء منها لا تستطيع أن تغير من سياستها يعني أنت جزء من منظومة ما فيك تخرج تغطي بشكل مختلف أو رأيت مثلا والله التغطية غير منصفة أنا إلي وجهة نظر مختلفة لا تستطيع ذلك لا تستطيع أن تخرج عن سياستها لكن أنا أتكلم عن الإعلام العربي المهجري أين دور المؤسسات العربية الأمريكية في تمويل قنوات فضائية إذاعات عربية هل أبعطيك مثال قناة الماث قناة واعدة لكم مستقبل لديكم كادر تحاولون أن ترتقوا بمهنية القناة وبكادرها وبأسلوبها وبنقاشها أين دعم المؤسسات العربية الأمريكية لقناة الماث مثلا صحيح أنا معك بهذه هناك فعلا هي أزمة بهذا الإطار لكنها أيضا معقولة تكون هذه الشغلة مرتبطة أيضا بحجم أجاليات العربية نقدر نقول يعني اليوم الجاليات إذا اتنام حجمها أكثر وتعرفين أن تليوم كل يوم يأتون من الشرق نتيجة الأحداث المؤلمة التي تمر الآن بها سوريا وكذلك العراق يعني ديجون كثيرين لهنانا فهل ممكن هذا الشيء يتنام بعدين بالمستقبل مع تنامي هذه أجالية شوف سؤالك كثير حلو بسأله شقيا أنا بقدر أفرز سؤالك أولا المتلقي العربي الأمريكي للأسف المتلقي العربي الأمريكي لا يؤمن بالإعلام اللوكل المحلي المهجري بمعنى أنه يعني ينظر يعني ليش يفتح CNN ويفتح لهذا مثلا وما يفتح حالتنامي من خبرتي من تعاملي مع الجالية من حديثي معهم يعني لا يؤمنون أننا إعلام ممكن أن نكون بمستوى CNN وغير CNN لو أتيحت لنا الفرصة لو دعمنا بشكل جيد ماديا يعني أنت تتكلم عن ملايين دولارات تقف خلف CNN الفاكسو نيوت نحن نتكلم عن جهود بسيطة جدا في دعم أي إعلام مهجري المشكلة أنهم لا ينظرون ليلة يعني أنا أصغي إلى برنامجك الصباحي يعني لما أصغي إلى برنامجك الصباحي شنو الفرق إذا كنت أصغي إلى إلا وإذا كنت أصغي إلى البي بي سي يعني أنا لا أريد أن أقلل من شأن البي بي سي لكنه لما أصغي إلى برنامجك أعرف أن هناك معلوماتية فيه أعرف أن هناك مواضيع حلوة وشيقة وتثير يعني شجوني وانتباهي أيضا يعني زين المتلقي العربي هذا الذي تتكلمين على يعني هل من المعقول راح يأخذ فقط مثلا البي بي سي أو أي مسمى آخر قديم مثلا أو إلى بعض طويل بالأعلام والصحافة يعني بيأخذك اسم فقط ألا يأخذك مضمون أنا اليوم أبحث عن المضمون شو بدي للأشرة؟ شوف يعني ما فيك تعمم يعني أنا بقلك من شخص لشخص تختلف الرؤية لكن أنت إذا عملت مسح طبعا أنا عملت مسح وأنا عم كلمك من أحصائيات يعني بيحكي مع الناس أنه ليش الجالية لا تدعم إعلام مهجري قوي ليش أنتوا لهلأ يعني شوف من إيمتى نحنا من 1200 وكذا مو غريب أنه نحنا ما يكون عندنا على الأقل يا أخي فضائية قوية مو غريب أنه إحنا ما عندنا إذاعة تشمل أمريكا كلها يعني لاحظ من إيمتى نحنا الهجرة هجرات العربية إلى أمريكا طيب كل الأقليات التانية بالإجمال بكر عندهم وسائل إعلامية قوية تعبر عن مضمون الجالية تبعهم يعني تنطق بإسمهم بتكون قوة داعمة لهم في قضايا تتعلق في الجالية إلا الجالية العربية والأمريكية يعني تنظر نظرة دونية إلى الإعلام العربي والمهجري يعني تراني أنا كليلى الحسيني أو بكر أقل شأنا من مذيعة تعمل ربما عربية لكنها تعمل في CNN نعم للأسف هذا الشيء يكون موجود على أرض الواقع نؤمل بالمستقبل أنه يتغير شوي ليلى يعني اليوم إحنا أكثر بإعلامنا دا يكون فيه أخبار قتل ودمار ثوان كان بالشرق أو بالغرب أو يعني دائما يعني هذه الآلام والأوجاع يعني بينما الغرب تلاحظين الإعلام مالتهم مثلا فيه برامج تعليمية تربوية تثقيفية ممكن موسيقية يعني فيه كثير إحنا أما نفوت بالجانب الأخبار المؤلمة أوكي اللي نشوفها على شاشات التلفزيون كل يوم أو نفوت بجانب الأغاني والجانب الأخرى انترتيمت استوماش انترتيمت طيب أين اليوم إحنا بالإعلام العربي وأنا أتذكر أنه الإعلام قبل كان العربي يمكن إحنا المشكلة لأنه كلما نتقدم الأمارة حسيني كانوا عم نرجع إلى الوراء يعني أذكر أن الإعلام العربي في السابق سواء في سبعينيات وثمانيات القرن الماضي كان فيه جانب تربوي يدعو إلى محويل أمية يدعو إلى حتى مسرحياتها حتى برامجها كانت نخبوية اليوم أين هذه البرامج؟ أعود أيضاً وبصراحة نتكلم نحن بشفافية اليوم تسمح لي أحكي بشفافية أكيدو نحن صباح شفاف لأنه من خلال الماس تستطيعين أن تشاهدي كل شيء طبعاً بصراحة أعود إلى المتلقي يعني شوف جزء كبير من المشكلة هو جمهور العربي جمهور العربي للأسف وأنا يعني لا أستثني أنفسنا كعرب أمريكا نعيش أيضاً في الغرب يعني للأسف أنه إحنا مقصومين يا أما انترتيمنت يعني برامج ترفيهية وبسط وغنى يعني ما علاقة شو عم بصير خارج محيطنا أو مثلاً منغمسين في المشكلة تماماً ونتبنى آراء ربما تكون قوية جداً تجاه بعض القضايا وندافع عنها فعلاً وهذا ما موجود على الشاحة للأسف يعني ليست هناك بوسطية واعتدال ونظرة أكبر للأمور نظرة جامعة لمصلحة العرب ونحن جزء من العرب يعني لا تستطيع أن تنسلخ من محيطك مؤكد هذا الشيء يعني أنت ترى هنا ربما أنا أعول على الجيل الثاني بكر الجيل الثاني له نظرة مختلفة تماماً يعني الثاني والثالث محتفظ بانتماءاته العربية لكن يفهم حقوقه وواجباته أيضاً كعربي أمريكي هذا الجيل ربما أنا أعول عليه ربما أن ينهض طب ما يمكن هذا الجيل أن يقع فريسة الاغتراب ويذوب في المحيط الأمريكي وينسى هذه الجذور والأصول والحياة هي متغيرة بطبيعتها والله بالنسبة لألي أنا أرى العكس يعني أنا أتابع الشباب خاصة من الجاليات اليمنية من الجاليات اللبنانية من الجاليات السورية من خلال تفاعلهم الآن مع الحدث يعني بعض الجاليات العراقية العراقية مش أطلع طبعاً جاليات العراقية والكلدانية طبعاً يعني كل الجاليات العربية والمصرية أنا يعني أكيد بكر الجيل الثاني أنا أراه له فكر مستنير يعني أتابعهم لهم نشاطات قوية طبعا كان فيه تظاهرة في ديترويت من فترة يومين ثلاثة معظمة أنا استعرضت كلهم شباب يعني من الجيل الثاني والثالث من أبناء المهاجرين كانت لهم رسالة قوية جدا موجهة إلى الحكومة الأمريكية أن لا تستخدموا أموالنا كأمريكيين في إرسال أسلحة إلى إسرائيل لتقتل الأبرياء يعني طالبوهم بعدم نتيجة هذه الأحداث الأخيرة طبعا شف هذا الفكر أن تعرف حقوقك هنا وواجباتك ومساحة الحرية التي تتكلم بها مهم جدا وبالمقابل احتفظوا بأصالتهم وأخذوا الشيء الجميل من هنا ومن هناك ممكن أخذوا الجانب المشرق هنا في بلاد المهجر وهذا شيء جيد صباحنا تفائل أنا متفائل أكيد طبعا دائما تفائل ونحن متفائلين أيضا بوجودك معنا من ورتينا طيب إحنا حكينا اليوم بالإطار العام بالإعلام بالعالم العربي وأيضا هنا في أمريكا في بلاد المهجر اليوم أريد أحرف أن الإعلام تحديدا عند ليلة الحسيني أريد أن أعرف برامجك ليلة تحكي لنا عنها شوي وتحكي لنا أيضا شو أيضا خططك المستقبلية وما تنوين أن أتقدميه تعرف خليني أرجع لك بكر بذكرتي لخمس ست سنوات يعني طبعا أنا جيت من بداية ما هجرت على أمريكا أنا جيت على فيزة صحفية آيفيزا وكانت مفكرة أن أمريكا ستفتح لي براعيها والإعلام يعني انطلاقها ستكون كبيرة وواسعة بعيدة عن هامش الكبت الحريات اللي بالعموم موجود في الشرق الأوسط نعم تعرفين كأننا بأنظماتنا الشمولية كان الإعلام يحدد بالمؤسسة الرسمية يعني هسا الآن حاول أن ينهر هذا الإعلام لكنه أيضا ما زال يعاني أو يصطدم بقانون حرية الصحافة والصحفيين طبعا واللي إلا طبعا مثل ما أشرنا ارتباط وثيق بالإعلام الحكومي بسبب هذا كل شخص من المؤسسة اللي بتدعمه تتبنى فكر معين عموما القوانين الصحفية الآن بالشرق هي قوانين جيدة لكن المشكلة الشيطان يكمل بالتفاصيل تطبيق القوانين أو في عنا يعني طبعا برجع لك للبرنامج يعني طبعا كتير كان عندي يعني أنه يكون بالضعف اللي منشوفه للأسف يعني خلينا في شفافية في الحديث ضعف كبير بوسائل الإعلام وضعف التواصل مع الجاليات مع أنه لما بتلاقي فيه جاليات بتستمع أو بتعرف فيه إزاعات عربية تلفزيونات عربية كتير بيتفاعلوا وكتير بيقولوا طب نحنا منحب نسمعكن كيف فينا نسمعكن يعني فيه رغبة لدى الجالية بأنه يكون فيه تواصل معها لكن المشكلة مثل ما قلتلك بضعف التمويل المهجري معنا تمويل كافي حتى نقدر نرتقي بالوسائل التكنولوجية اللي نقدر نتواصل من خلالها وبنفس الشيء فيه ناس بعض عندهم أفق ضيق بالتعبير عن ربما تابعين له الجهة أو لجهة يعني صيغة التعاون نشتغل مع بعضنا لحتى يكون فيه نهضة بالإعلام العربي والمهجري يعني هي غير موجودة للأسف يعني كل واحد بيشتغل لحاله من منظوره هو وطبعا تبقى هذه المؤسسات صغيرة جدا ليست هناك قاعدة مشتركة تجمع الجميع يعني وتخليهم يد واحدة وقوة ضاربة أيضا خاصة ونحن الجاليتنا العربية إذا جمعناها كل شرق كلها راح تكون مؤثرة وقوية وفاعلة ليس فقط بالجانب الصحفي الصحافة هي عاكسة لهذا الواقع وأهم نقطة أثرتها بكر هو أن تنقل وجهة النظر في الأحداث في أمريكا وخارج أمريكا من وجهة نظر عربية عربية ليست من وجهة نظر أمريكية عربية أو غربية عربية هذه النظرة في العموم بالنسبة لقضايانها نظرة منحازة لا تعطيك فعلا الحيادية نحن نريد أن نتوجه إلى المتلقي الأمريكي والعربي على حد سواء برسائل حيادية تلتزم المعايير الدولية وأيضا تعطيه معلومة دقيقة قدر المستطاع بتغطية حيادية 100% هذا غير موجود ليلة اليوم نعرف الإعلامي أنا لما يتناول أمورها الشخصية ويربطها دائما بالمحيط العام أنت اليوم إذا أتكلم معك يا أبدافوت أكثر معا بليلة الحسيني أيضا ليلة الحسيني رجعتني إلى الوضع العام دعنا نرجع إلى ليلة الحسيني ونفهم أكثر والمشاهدين أيضا يجب أن يعرفون شنو خلطك المستقبلية من برامج من أمور تحبين تسويها أو شيء تحبين تسوي وما تقدرين حاليا بعدين وهكذا أنا برجع لك لصوت العرب من أمريكا بدأت من تقريبا 6-7 سنوات بيوم واحد تغطية ساعة واحدة بين التمالة للتسعة مع الوقت طبعا كتر اللي بيسمعوا لي وكتر اللي مؤمنين يعني لا يخلوا الأمر من ناس تؤمن أن ما تقوم به عمل جيد يستحق أن تقف وتدعمه أصبح تغطيتي خمسة أيام في الأسبوع ولدي برامج طبعا برامج اقتصادية سياسية تثقيفية أهم برنامج طبعا الآن برنامج خاص بأليوث بالشباب العربي والأمريكي طبعا أنا أعطيتهم ساعة ليكون لهم صوت يتناولون من خلاله مواضيع مختلفة طبعا هذا البرنامج مهم جدا وفيه كفاءات شبابية رائعة جدا عم بتقدم مواضيع لافتة للنظر لفتت انتباه الإعلام الأمريكي وعملوا عنها تغطيات في بعض المواضيع ما شاء الله جميل جدا وهذا مدعة فخر لأما يعني وطبعا البرنامج باكر في اللغة الإنجليزية والعربية لدينا صحفيين جدا على مستوى عالي جدا يعني أذكر منهم دكتور دكتورة سحر خميس أستاذة الإعلام في كلية ميرلاند يونيفورسي جامعة ميرلاند يونيفورسي بتقدم طبعا ساعة عندي دكتور عاطف عبد الجواد أول من أسس مؤسسي إذاعة البي بي سي وأيضا اسم كبير في العالم العربي والأمريكي في الإعلام يقدم ساعة ما شاء الله يعني نخبة مميزة جدا من الإعلامين والصحفيين والمثقفين أيضا من الشرق الأوسط بكر أيضا يعني حاولت أن أفتح صلة تواصل بين الشرق والغرب واستقطبت عدد من الصحفيين من الشرق الأوسط منهم الصحفي المتميز محمد عبدالظاهر رئيس تحرير الزاوية التابعة لتومسون رويترس بيقدم برنامج اقتصادي قوي الاقتصاد اليوم يعني يربط فيه ما يجري في العالم العربي في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل موضيحة ما جدا يعني تهم الطرفين وطبعا برامج عديدة جدا نتناولها من خلال ما شاء الله يعني عندك هذه السلة سلة غنية وملئة بكثير من المواضيع والبرامج الحلوة والممتعة طيب ليلى انتي اليوم اين تجدين نفسك اكثر شي حبيتي عملتي بحياتك من برنامج او شي سواء كان سياسي اجتماعي ثقافي اكثر شي شدك وكيف العالق بذهنك برنامج سوع الهواء برامجيغان وواشنطن كتير لو تاتش بقلبي لانه بقدم من خلاله على تواصل مع شخصيات عربية امريكية طبعا بتطلي على تاريخهم وعلى سيرة نجاحهم هذا البرنامج كتير له حضور معي لا يزال طبعا وبتمنى من خلاله انه نتواصل مع اكبر عدد من الشخصيات ربما تكون ملهمة هذه الشخصيات لنا في الغرب انه نتعلم ندرس سيرة نجاحها ربما لنتقدم اكثر ست ليلة طبعا الحديث معك يطول ويطول ويطول وما تكفي نمكين قاعدة واحدة بس انا هسا في ختام انا سألك سؤال اخير فقط اذا عندك توصيات للاعلاميين الجدد على الساحة العربية هنا في المهجر اول شي بتمنى على معظم العاملين في الاعلام المهجري انه يكونوا ملتزمين بابسط معايير التغطية الاعلامية في ربما الحيادية اولا والحيادية ثانيا تانيا نقل وجهة نظر ربما متوازنة نوعا ما ثالثا الالتزام بمهنية نقل الخبر واللغة يعني السرد التفاصيل وايضا ان يكون هناك دورات ربما هذا للجميع ان ينضموا اليها ورش عمل ليس هناك احد كبير على التعلم يعني مهما كانت خبرتك او خبرتي كل يوم نتعلم اكيد الحياة كبيرة وما زلنا نحاول ان نستغل ونستفيد ونطور من ذاتنا حتى لو وصلنا الى الثمانين والتسعين وهذه الحياة هذه الحياة طبعا الاعلامية الكبيرة ليلة الحسيني انا اشكرك جدا على هذه المقابلة ببيتي دعوتنا وجيتي اليوم وبعد ما خلصت برنامجك الصباحي وجيتي رأسا دايركت حقيقة اشكرك كثيرا جدا على تلبية هذه الدعوة بكر انا بشكرك وبشكر قناة الماس اللي بشوفي قناة واعدة ان شاء الله تنقل مجريات الحدث بمهنية وواقعية الى شرقنا الاوسطي وايضا اتمنى لالجالية العربية والامريكية ان تدعم قناة الماس وان تقف وراءها ان شاء الله من اجل ان تخرج كوادر اعلامية ان شاء الله رافدة في المجتمع العربي والامريكي شكرا لك شكرا لك ان شاء الله يا ربي هذه الدعوة تكون مستجابة ايضا وللجميع ايضا لكل المؤسسات الاعلامية النشطة والفاعلة والتي يحاول دائما ان تصل بالرسالة الاعلامية الى ذروتها والى اهدافها السامية شكرا ليلة شكرا ليلة اذا مشاهدين بعد ما كنا مع هذا الحوار الشيخ والممتع ايضا مع الاعلامية الامريكية من الاصل العربي ليلى الحسيني التي تحدثت حول اهمية الاعلام ودورة الفاعل هنا في المجتمع الامريكي وايضا عقبنا من خلال ايضا على ما يدور في الشرق الاوسط ودور المؤسسات الاعلامية هناك وصلنا مشاهدين الى فقرات تقارير اشتركوا في القناة